سهل خير وأهلا بحضراتكم من جديد وهنا اتكلم الحياة دلوقتي عن الفتاوى الغريبة اللي بتصدر كل حين وآخر في توقيت مجبوه وفي محاولة لضرب الاقتصاد المصري وتقويت دعوات دعم الاقتصاد المحلي وتحولات المصريين في الخارج والحديث عن هذا الموضوع أعادت صفحة أبو إسحاء الحويني الداعية السلفي نشر فتوى له بتحريم وضع الأموال في البنوك وزي مواصل بعض الدعاء المحسوبين على طيار الجماعة الإرهابية الهديان بإصدار هذه الفتاوى المثيرة للجدل أفتع أيضا محمد عبد المقصود الداعية السلفي الموالي لجماعة الإخوان بعدم جواز الرحمة على الأستاذ الراحل الكبير محمد حسنين هيكل قائلا من يترحم عليه سوف يحاسب ده مش بداية المطاف لا ده جزء وأعتقد أنه سيستمر من هذه الفتاوى إلا للأسف الحقيقة يعني بتسيق لنا جميعا اسمحوا لي نتكلم في هذا الموضوع مع ضيفي دكتور محمد الشحات الجندي عضو مجمع البخوط الإسلامية سأل خيري دكتور أهلا بحضرتك أهلا بحضرتك أهلا بحضرتك أهلا بحضرتك بتسمع الفتاوى دي زيك زينا بيبقى إحساسك يا دكتور بسم الله الرحمن الرحيم هو الحقيقة الفتاوى دي لا يصح أن نقول عليها فتاوى الحقيقة ما نقول عليها لأن دي أراء وأراء يعني يبدو أنها بتكون تحت يعني ضغط للشهرة لأنها مسألة ناس لها أغراض معينة وطمحات شخصية وأهداف للأسف الشديد بعيدة عن حقيقة الدين الإسلامي وأيضا بعيدة عن واقع المجتمع اللي احنا بنعيش فيه وخطورة الأراء دي إنها بالفعل إنها أراء أولا محسوبة على الدين الإسلامي ومحسوبة على الدين الإسلامي ظلما وعدوانا لأن هذا دي لأن الأراء دي وإذا قلت إنها فتاوى هي بتقيم نوع من الخصومة بين الدين وبين المجتمع يعني أنا ما تيجي دلوقت تقول لي ولا تراعي مصلحة الأوطان على الإطلاق يعني ما تقول النهاردة والله إنه اللي يودع أمواله بمحضراته هو اللي راح للبانك وعنده مبلغ ولا حاجة وما بيقدرش يشغاله ولا حاجة أقدر أحطه في البانك ده عشان ممكن يطلع العائد يطلع لريع يطلع لربح من وراء الكلام ده ما تقول لي ده رب آه يقول لي ربا ما هو بحرام على الأساس إنه ربا هذا الكلام بالتأكيد كلام غير صحيح كلام لا يعتد به كلام اللي يفقه الدين الإسلامي واللي يقرأ هذا الدين الإسلامي والشريعة الإسلامية لأراء هيعرف تماما أنه لا يمكن إطلاقا أن أنا أولا هل العلاقة دي فيها استغلال يعني علة الريبا بنسألهم بقى يعني من منطق إذا كانوا يعني أي وحايدك فندلي هذا الكلام نعم يعني أنا بقول أنه أحنا عندنا حاجة اسمها علة الريبا يعني هو ليه الإسلام حرم الريبا حرم الريبا لأنه أنا باخد مال من الغير زيادة على المبلغ قرد أولا بنية القرد قرد وبعدين قرد مش حاجة تانية أنا دي علاقة إداع اللي بين البنك وبين العميل ده أو الشخص اللي هو دفع الفلوس ده هو بنقول دي علاقة وديعة أنا معايا مبلغ زايد أو مش مبلغ زايد مبلغ أنا خايف أن أنا لو خايف أن أنا لو حطيته عندي في البيت ممكن المبلغ دي ضيع مني فبرح البنك ده طائع مختار بكل رضا وبقول والله أنا عايز المبلغ ده يكون عندكم واخد من وراه يعني ما يتيحه البنك في الحالة دي فدي مش علاقة قرد ولا فيها استغلال لأن هي دي هي دي الأساسا اللي بتخلي الريبا ده هو محرم شرعا وده السبب برضو أن القرآن الكريم حتى هو بيقول فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون يعني لا تزود ولا تناقص وبعدين الناس دي ما خدتش بالها حتى طفقا لنظام النصرفي إحنا المبالغ النهاردة يعني أنا مثلا أنا النهاردة معايا 100 جنيه هل الميت جنيه النهاردة أقدر أشتري بيها زي ما كنت اشتريت بالميت جنيه السنة اللي فاتت سنة 2015 لا طب يعني مسألة اللي قال عنها التضخم أو الزيادة كده فأنا الريبا إذا أخدت مال بدون مقابل واستغلت إنسان لاستغلال وأخذ زيادة على المبلغ اللي أنا أقردته بدون مقابل بدون عوض ده بقول ده ريبا كلام ده مش هتحقق في البنك ده ده مش موجود في علاقة المدعب بالبنك وحتى بتقوم على أساس إن أنا باستغل ظرف الإنسان اللي عايز مني مبلغ أنا بروح لواحد بقول له أنا عندي أولادي أولادي دولة أنا محتاج منهم اللي كذا عايز أعلمهم ده واحد منهم تعبان ده فبيقول لي بس خد بالك أنا حديك المبلغ ده وحقود أدى كده هذا الكلام إذن باستغل باستغل ظروفي أنا اللي أنا بقول له الدين هذا الكلام مش موجود في البنك هل يضع الدكتور محمد الشحات الجندي أمواله في البنك؟ طبعا بالتأكيد ومين اللي حضرك مين اللي ما بيضعش أمواله في البنك الآن؟ مين؟ يعني هل البيوت حتى يعني أنا لو حطيت فعلا الأموالي في داخل البيت أنا برضو موظف زي شقنا موظفين أستاذ في كلية فده فلوسنا بتتحطي فيه بنوك يعني المرتبات وأول آخره ده البنوك مين اللي بتعاملش مع البنوك دلوقت؟ يعني كل الناس محتاجين للبنوك الآن وبنقول عليها بيوت تمويل يعني هي بيتمول أساسا بيتمول فكون الإنسان يروح للبنك والبنك ده يفتح مجالات متعددة ويتح فرص عمل للناس ما الضرر وما الخسارة وما هو الموقف المضاد من الشريعة الإسلامية يعني الناس دولة لا يفقعوا حقيقة طيب لما يتكلم أحد ينتسب إلى الدين يعني أو المفترض أنه هو من رجال الدين عندما يتحدث حديث من الممكن أن يكون له هوى سياسي ده خطرته إيه؟ يعني هل المفترض أنه الفتوى تكون بناء على موقف سياسي؟ لا طبعا بالعكس ده إحدى آفات يعني ده مشكلة من المشكلات الأساسية للفتوى أنها تصدر بناء على توجه سياسي ده مشكلة من المشكلات اللي إحنا المفروض نجرد الفتوى عن الاعتبارات السياسية لأنه معنى كده معنى أنه لهدف سياسي والمطامع سياسية ونفوذ وغيره وغيره معناها أنه أنا بستغل الدين لتحقيق أهدف سياسية على حساب الدين يعني ودي ودف منطقة الخطورة بقى لأن المفروض الفتوى دي المفروض أنها بيان حكم ربنا سبحانه وتعالى مجردا تبقى للواقع اللي قدامي أو اللي بيحصل في الواقع العملي عشان اديله حل ومخرج عشان يباشر شؤون حياته تبقى لأحكام الإسلام أو أحكام الشرع الإسلامي مين اللي لحق الفتوى في الدين يا دكتور؟ اللي لحق الفتوى لإنسان المؤهل الدارس لعلوم الشريعة الإسلامية اللي على يعني معرفة أولا الإنسان ده دره يكون على علم بحاجة اسمها آيات الإحكام في القرآن الكريم يعني آيات الإحكام الآيات اللي بتكلم عن الرب الآيات اللي بتكلم عن البيع الآيات اللي بتكلم عن الرهن الآيات اللي بتكلم عن قود متعددة الصرف اللي هو إحنا بنول عليه طبعا البيع العملات يعني يكون عارف الآيات دي كويس قوي ويكون عارف معناها إيه مش حافظ حضرتك مش حافظ يعني لأننا ممكن أكون حافظ معنى الآيات لكن مش عارف معناها فدروري يكون عارف الآيات دي وعارف معنى الآيات دي دلالتها إيه؟ معناها إيه؟ الحكم اللي بيتاخذ من الآية دي إيه؟ والحكم ده ممكن يكون فرد، ممكن يكون واجب، ممكن يكون مندوب، ممكن يكون مباح ممكن يكون حرام، ممكن يكون مكروب هل إذا صح التعبير المنظومة دي واضحة عندي إخواننا اللي بيصدروا مثل هذا الكلام هل فعلا على معرفة كويسة جدا بالقرآن الكريم والسنة وعلى معرفة بالإجماع وعلى معرفة بحاجة اسمها المصلحة المجتمع المصلحة المرسلة وعلى معرفة برأة رأي الصحابة كل الكلام ده وكمان على علم بالواقع اللي احنا عايشينه لأنه لا يمكن لا يمكن نقدرهم أنا اللي بسأل حضرتك هل كل من نسمع منه حياتك قلت مش هنسميها فتوى فعلا لكن يعني هم يطلقون عليها كذلك هل كل من نسمع منه هذه الفتاوى الغريبة على المجتمع هل كلهم على كل هذا المستوى من العلم لا طبع لا طبع وده السبب ان انا قلت لحضرتك اول ما بدأنا الحالة وقلنا احنا ده ما قدرش اسمي الكلام ده فتوى لأنه ليه ما قدرش اسميه فتوى مش مستوفي الشروع بالزبط كده مش مؤهل ولا حتى وليس كل انسان درس حتى الدين الاسلامي قادر على الفتوى دي صنعة 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 يعني معناها تأهيل ضروري انسان ده يكون مؤهل عارف الحكم ده كلمة واقيمه ده ده يدل مثلا واقيمه الصلاة ده يدل على فردية ولا بيدل على الوجوب ولا بيدل على النادب ولا مبا ضروري الكلام ده دي معاني وعارف اللغة العربية كويس ودلالة الكلام ده دلالة اللفظ ده في اللغة العربية وعنده الفقهاء كلام ده كوى عارف قواعد اصولية يعني فيه طيب للاسف هناك من يتبعهم وهناك من يصدقهم ايه الدور اللي موجود او ملقى على حضرتكم العلماء الاجلاء او اللي ملقى كمان على كان يقول بالتحديد الازهر الشريف في مواجهة هذه الافكار الغريبة شوفوا حضرتك الازهر يعني مش الانه بس من مدة طويل الازهر يقوم بواجبه تماما لكن المشكلة الان ان الناس دي عملت دين موازي عملت مؤسسات موازية هي دي القطورة حضرتك ولهم وبرضو لهم اصلي الى حد كبير الناس دي لها تمويل عندها تمويل بصورة او باخر وبعدين بيجوا على الناس وعندنا مجتمع كتير الناس بيعانوا امية فبيبديهم فلوس وفي مناسبة من المثبات يبعط له حاجة وكده قولوا اه اصلي الدين هو اللي بيعمل لكده فما بيقوله كلام ايوة وبيكون عنده في توقيتات معينة فالكلام ده هو اما بيقوله حاجة يقوله اه عشان احنا بنقول لك الدين اصلي الناس دي بتكلموا سياسة احنا لكن لا 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 احنا عايزين الدين اللي حنلقى به وجه الله فطبعا الكلام ده بنقول ده غدغة مشاعر الناس او التأثير على الناس بطريقة او باخرى هو ده بالذات اللي بخلي زي ما حضرك بتقولي لهم ناس والدين او يعني حتى بقول الازر يقوم بما عليه طيب الناس دول الآن ادروا ان هما يعملوا ليهم قاعدة هتجابه ده ازاي اجابه اننا الدولة نفسها تعطي يعني زي ما بنقول انا ضروري انا القوانين على سبيل المثال ممكن القوانين تمنع هذا الكلام تماما وتحضر الفتوة هل احنا محتاجي مثلا تشريع لحضر الفتوة على هؤلاء الاشخاص ويكون لها ضوابط لا يجوز اصدار فتوة من هؤلاء الناس كيف يمكن ما احترمنا الاشخاص انا بتكلمش على اشخاص لكن انا بتكلم على خطورة الكلام اللي بيصدر من هؤلاء الناس كيف يمكن لطبيب اطفال واعتقد المشاهد الكريم يفهم ما ما يعنيه يطلع فتاوة يعني حضريك دلوال انا لو جيت اعالج مريض دلوال هل حق حل يقبل مني هذا الكلام لا هيتقبل مني لا يقول انت تعرف حاجة اه وانت تعرف وكمان يقول لي انت تعرف حاجة انت مش متخصص لان احنا بنقول هذا العصر نعيش فيه عصر التخصص ولا ادري لش معنى بالذات الدين اللي فيهوش التخصص كل واحد ارى كتاب اطلع على حاجة له بعض المريدين اتخذ زي معين خلاص يبه هو ده يصلح للفتوى ده كلامه مصدق ده هو اللي عايز وجه ربنا سبحانه وتعالى الاخرين لا ده اصلهم وظيفة او مهنة ليهم هذا الكلام لا هذا الكلام ده تزييف للوعي تمام يبقى احنا محتاجين لتشريع واعتقد ان دار الافتوى مفروض ان هي هتقدم مشروع بقانون من هذا القبيل المفروض طبعا هذا الكلام يقدم المفتي كان اعلن عنه انه هيتقدم الشهر اللي جاي والكلام ده كان من زمان بيطالب بيها الازهر الحقيقة من زمان يطالب بيها الازهر طيب حياتك بتقولي الازهر يقوم بدوره تماما في هذا الموضوع حضرتك ارجوك تديني امثاله لانه ما يقال الان واللوم بيلقى انه الازهر ترك الساحة لهؤلاء اديني امثاله كيف يجابه الازهر هؤلاء مثلا منتهى البساطة اما جونه قالوا تهنئة يعني حرام تهنئة اخواننا المسيحيين في عياتهم الازهر طلع بيان حول هذا الموضوع اما جون برضو البعض قال اتكلم عن حاجات اخرى عن موضوع برضو الموضوع الوديع في البنوك الوديع في البنوك دي لا الازهر على فكرة فيه قرار من مجمع البحوث الاسلامية وموجود ومش اليومين دولت حتى ده ما اقدر اقول انه من وقت المرحوم دكتور سيتان طاو شيخ الازهر السابق يعني ده طلع قرارك قال ايداع اموال في البنوك جاء الشرعا ولا حرمة فيه هذا الكلام لكن احنا برضو لحد ما ما عرفش احنا شعب بغير طارق مش كتير يعني الناس بتقرأ لكن مهم جدا انه بقول الاعلام بقى بقول الاعلام يجب ان يصلت الضوء على مثل هذا الكلام وفيه قرارات متعددة خارجة من المجمع الاسلامية وقرارات برضو من هيئة كبارة العلماء يريد برضو يلقى عليها الضوء على الاقل ادي رأي المؤسسة الدينية في هذا الموضوع ادي رأي الازهر الشريف ادي رأي دار الافتاء وده رأي هؤلاء يعني المتسلفين او السلف يعني ده واجب قال الكلام ده يا سيد رحام بالتأكيد واجب طيب دكتور محمد وخلينا كن صريحة مع حضرتك يعني احيانا برضو يعني احنا لما بنسمع هذا الكلام ممن لا ينتسبونا للازهر ده امر للأسف بنا معتدين عليه لكن احيانا احيانا بيكون هناك بعض الاراء ايضا الغريبة بتصدر عن بعض ممن ينتسبون للازهر ايضا ايه رأي حياته في هذا الكلام يعني هل هناك ايضا داخل الازهر يعني هل احنا محتاجين تطهير من داخل الازهر او مراجعة من يتحدثون باسم الازهر هو شوفي حضرتك هو وارد ان يكون بعض الاراء موجودة وارد يعني المؤسسة دي مؤسسة كبيرة بالتأكيد ورصتها كبير جدا وارد ان البعض يكون لديها افكار معينة بس وجود اشخاص بهذه الافكار داخل الازهر تحديدا خطر لا ما هو بيلفظ الازهر برضو بيقف منه موقف بيقف من هؤلاء الاشخاص اللي حضرتك بتقول عليهم ده موقف وموقف قوي وصلب ويقولوا لا الكلام ده لا يعبر عن فكر المؤسسة ولذلك من المهم جدا ان المفروض حتى ما يصطدف الناس دي لانه برضو بيتفتح لها مساحات في الاعلام يا أستاذ رحيان هذه الافاقة ما بيكون يطل على الناس ولازم يتدهليها مجال في الاعلام وبيجري الاعلام وراها لا لا هقول حياتك ممكن البعض في الاعلام يجري وراها من اجل الفرقعة انا اكتفق مع حضرتك بس ممكن كمان يكون مفيد ان هذه النمازك تعرض على الاعلام ليه لانه مش من مصلحتنا ان احنا نغطي عليها ولا نظهرها لانه في النهاية اذا لم يظهر في الاعلام ويسمعوا الملايين من المشاهدين بيتعلموا بيخرج من تحت ايده ايضا الالاف اللي حيتأثروا بافكاره فيمكن من الافضل ان احنا نعرضهم بحيث ان يتم لفت الانتباه لهم من الافضل ان احنا نعرضهم لا نروج لهمش لا نروج لهم هو دي ده الفرق بقى حضرتك كوني ان انا فعلا اعرض فكره او اعرض اراؤه ده عشان كمان على الاقل الناس اعرف احذر منه انا بطلعه اسمع طريق التفكير واسمع فكره لعله وعسى ده يدق جرس انظار والتحذير والتصح انا انا متفقين بس كمان الى حد برضو بنلاقي في بعض الاحيان انه الاراء اللي هي مش مألوفة دي او الاراء اللي هي زي ما بنقول شازة يعني او شازة قد يتاح لها الفرصة اكتر للانتشار اكتر وبنجيتها في الاعلام المرئي وبنجيتها برضو في الاعلام المقروع او الصحافة بنجيت هذا الكلام على اي الاحوال عرض الفكرة مفيش مشكلة يعني حضرك احنا دلوقتي زي ما بتقول السماوات المفتوحة يعني نعيش في عصر السماوات المفتوحة ده مطلوب بس كمان يجابه الفكر بالفكر هو ده المهم ده اللي حضرك تقول ما ده اللي احنا بنقوله ان احنا عايزين الازهر كاكبر منارة للدين الاسلامي في العالم تجاب هذا الفكر المنحرف ممن ينسبون نفسهم الحقيقة للحياة طيب هقول لحضرك من برضو من الى حد كبير من عدم التوازن بين الامرين ان انا دلوقتي زي فتوى زي ما حضرك قلتها دلوقتي الفتوى اللي هي متعلقة بالريبة ده او التعامل مع البنوك حرام او الفتوى التانية اللي هي على المرحوم محمد حسيني هيكل الفتوين دولة خاضوا رواك كبير جدا طب الازهر ما له يعني اللي يبحث في قرارات مجمع البعوث او عن هيئة كبارة للعلامة سيجد كثير من هذا الكلام لكن بنجد ان الكلام ده بيروغ يعني مش من الاعلام تحديدا يعني لكن زي ما يمكن حضرك قلت انه لهم ناس ولهم اتباع فده برضو دور الدولة دور الدولة عن طريق التشريع احنا بنقولش لا تكمم الافواه بس كمان زي ده ما بيتح له فرصة انه عبر عن رأيه وانه ينشر هذا الرأي ايضا الازهر الايه في المسألة دي انا ما حايتك يعني انا ما حايتك زي ما بتكلم بقى عن اصدراء الاديان طب ما هو برضو اللي بيتحدث عن الدين بهذا شكل هو كمان بيصدر الدين فلازم يبقى فيه تعامل عادل في هذا الموضوع رأيي العام ببقى انا مهم جدا انا نوعي على رأيي العام والرأيي العام يكون اكتر ضمانة ورقيب على هؤلاء الناس اخر سؤال هاسأله لحضرتك هل ترى انه الكتب التراث التي تدرس في الازهر محتاجة للتنقية وانا اقول لحضرتك بصراحة ليه انا بسأل السؤال ده طبعا هو بيطرح كتير لكن انا اقول لحضرتك عن تجربة شخصية اثناء مداخلة هاتفية مع احد كبار الرجال الازهر الحقيقة في السنة اللي فاتت تحدثنا عن احد الاحاديث التي يتم تدرسها للطلبة انا مش فكرة طبعا الحديث ولكن بيتكلم عن حق الحاكم في فق اعين المحكومين اذا حس انه يبقى فيه فتنة وكل هذا الكلام فقلت له هل تقبل يعني حياتك شايف تقبل ان الرئيس عبدالفتاح السيس يفق اعيننا قال لي ايوة هو يعني مسموح له بس انا بقى اعفيه من هذا الحق هذا كلام قيلة على الهواء من احد رجال الازهر هل كتب التراث او ما يدرس من تراث في الازهر محتاج ده تنقية دكتور هناك بعض ما في بفتون الكتب دي محتاجة الى عادة فعلا نظر مرة تانية وتنقيح ما المشكلة فيش مشكلة حضرية دلوقت انا دلوقت ما اتفق مع ثوابت الدين الاسلامي ما يمثل مصلحة المجتمع ما يعتبر ان احنا ام ما متحدارة ولها حضارة ولها فعلا فكرها المستقل وهذا الكلام ينبغي الفعل هو الذي يبقى وهو الذي ينبغي ان يعبر عنه في الدين الاسلامي بدل هذه معاول الهدم اللي بتوجه ضد الدين الان بسبب برأي لانه المشكلة كمان ان البعض بيسيب كل حاجة كل مزايا الاراء او الاراء اللي تشكل يعني اراء معتدلة واراء فهتسامح وهو وبيجي على دي بالذات ويقول اهو اهو ادي الفقر الاسلامي ادي الفكر الاسلامي ادي فده ايوه محتاج ايوه وعلى فكرة الازهر قال هذا الكلام الازهر بيعمل دلوقت حضرية ويمكن مش يمكن ده اللي حصل من الان اكبر الدكتور احمد طيب ده فيه كتاب اظن نازل دلوقت باسم طبعا الثقافة الاسلامية وطبعا عارض فيه لكل الحاجات دي فيعني الجهود موجودة الجهود موجودة بس ياريت الجهود دي برضو يلخى عليها مزيد من الاضواء زي ما بقول مرة ما بنتحي فرصة لاخواننا دول ايضا صحيح يتحي الفرصة انا كنت سعيدة ان الفرصة اتيحت لي ان حضرتك وانت من العلماء المتنورين انك تكون موجود معايا النهاردة بشكرك جدا دكتور محمد ونتمنى انه يعني الشخصيات المتنورة زي حياتك تكون دي هوجود اكبر في الاعلام بشكرك جدا دكتور محمد الشاحات الجندي كان ضفنا وهو عضو طبعا مجمع البحوث الاسلامية تسبوع على خير وبكرة يوم بيوم مع زميلي محمد مصطفى الشيرتي استنوا